بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الخامسة التي نتحدث فيها عن أسباب الحملة الفرنسية على جزائر بالتفصيل ومن مهم التفصيل في هذه الأسباب لأنها مدخل كبير جدا لفهم السياسة الفرنسية في جزائر ولفهم ما جرى من أحداث بعد ذلك إلى أن نالت جزائر استقلالها سنة 1382-1962 فلذلك اسمحوا لي إذا توسعت قليلا لأهمية هذا الموضوع وخطرته على تسلسل الأحداث بعد ذلك لأكثر من مئة سنة هناك أسباب سياسية هناك أسباب اقتصادية هناك أسباب دينية فقبل أن أذكر الأسباب لابد أن أقول أن فرنسا والجزائر عاشتها في وئام طويل مدة ثلاثة قرون من الثلث الأول من قرن السادس عشر إلى الثلث الأخير من قرن التاسع عشر يعني إلى وقت الحملة ما عدا مناوشات خفيفة جدا في حملتين سريعتين فرنسيتين على جزائر ذكرتهما في الحلقة الماضية عدا عن ذلك الأمور كانت لا بأس بها بل إن الدولة الأثمانية طلبت من جزائر رسميا أن تنصر فرنسا حليفتها آنذاك ضد إسبانيا في معركة مشهورة وبالفعل قامت الجزائر بنصرة فرنسا وكانت النصرة الجزائرية سبب الانتصار فرنسا على إسبانيا آنذاك هذا كلام كان فقرنا السادس عشر وعرفانا بهذا الجميل فرنسا أعطت البحرية الإسلامية مدينة على الساحل البحر أبين توسط الفرنسي وقيل إنها طولون وقيل إنها مرسيليا بل إن أخلت السكان منها المدى الثمانية أشهر للبحرية الإسلامية فكان ميناء عثمانيا إسلاميا على التراب الفرنسي ومنه انطلقت جهاد آنذاك البحري الجزائري إضافة إلى انطلاق الجهاد طبعا من السواحل الجزائرية فالأمور كانت على وئام بل إن المؤرخين يذكرون أنه بين سنة 1530 إلى 1830 في الثلاثة قرون هذه وقعت فرنسا مع الجزائر ثلاثين معاهدة ثلاثين معاهدة ومن ضمن ما فعلت الجزائر لفرنسا هذه ذكرت لكم مساعدة في انتصارها على إسبانيا وأن إسبانيا عدوتها اللدودة معلوم هذا في التاريخ أيضا الجزائر كانت تعطي لفرنسا مساعدات مساعدات اقتصادية مساعدات مادية كيف لما حصلت الثورة الفرنسية 1989 حصل هناك نوع من المجاعة في فرنسا لأن أوروبا وقف صفا واحدا تقريبا ضد فرنسا حصل هناك مجاعة خاصة في المقاطعات الجنوبية الفرنسية فاستنجدت فرنسا بالجزائر فما كان من الجزائر إلا أن أعطت فرنسا كميات كبيرة جدا من القمح مساعدات وأعطتها أموالا قروضا بدون فوائد ربوية يعني كما يقولون اليوم قرد الحسن لفرنسا إلى هذا الحد كانت الأمور وكانت العلاقات بين فرنسا وجزائر مستتبة مستقيمة أنا أريد من هذا أنه لم يكن هناك سبب واضح لتقلب فرنسا ظهر المجن للجزائر ولتدير لها ظهرها ولتكافئها بمكافأتها به بعد ذلك من نكران الجميل ومن احتلال البلد وتدمير مقوماته وقدراته وسلب ثرواته واستثلال أهله ما كان هناك داع لهذا لأن أمور كانت تسير على نمط حسن لا بأس به طيلة ثلاثة قرون نسبيا مقارنة بباقي الدول التي ناصبت الجزائر العداء أنا ذاك فلكن كما قلت لكم حلقة الماضية أتمنى والله أن أجد عند الفرنسيين هؤلاء الذين قاموا بالثورة الفرنسية ورفعوا الشعارات المعروفة للحرية والإخاء المساواة أتمنى أن أجد عندهم شيئا نقول نعم إن هؤلاء قد أحسنوا في هذا الأمر قد أحسنوا في ذاك فعلوا كذا ما وجدنا إلا مكافأة الجزائرين أسوأ مكافأة واحتلال بلادهم كما قيل التقي شرة من أحسنت إليه التقي شرة من أحسنت إليه نعم وهذا للأسف الشديد هذا الذي حصل آنذاك هناك أسباب سياسية كما قلت لكم أسباب اقتصادية أسباب عسكرية أما أسباب السياسية فلابد أن نعلم أن فرنسا مهما أظهرت من ود تجاه الجزائر فإن ذلك الود كان مصطنعا كان ناتجا عن قوة الجزائر البحرية الحربية هذا أول وأمر الآخر المهم أنه كان ناتجا ومبعثا من كون الجزائر تحت الحكم العثماني ولو اسميا كما قلت في الحلقات السابقة وكانت دولة العثمانية أن ذاك في أوج قوتها وعنفوانها فكان لابد أن نظهر شيء من الود للجزائر لكن اسمعوا هذا خبر عجيب الملك فرنسا شارل التاسع في الحادي عشر من مايو سنة الف وخمسمائة واثنتين وسبعين أرسل رسالة للقنصل أو السفير الفرنسي في اسطنبول فرانسوا دين واي هذا السفير وصلت إليه رسالة تقول له بوضوح أطلب من السلطان العثماني آنذاك وأعرض عليه مبلغا ماليا سنويا مجزيا ضخما مقابل ماذا أطلب منه أن يتنازل عن الجزائر لفرنسا تصوروا هذا الطلب كيف يكون مستحيل طبعا ذلك لأن دولة العثمانية منطلقاتها آنذاك كانت منطلقات إسلامية وكان من المستحيل أن تسلم بلدا إسلاميا لبلد صليبي نصراني عنده تعصب كبير للصليبية من المستحيل هذا فهذا الملك من الغباء الشديد أن يرسم مثل هذه الرسالة إلى السلطان العثماني لأنه يعلم مسبقا أنه لا يمكن للدولة العثمانية توافق على هذا مهما أغريت بمال إذا كانت الدولة العثمانية أيام السلطان عبد الحميد ما وافقت على طلب ثيودور هيرزل بالتنازل عن فلسطين لليهود ورفض ذلك السلطان العثمانية في أشد مدد الدولة العثمانية ضعفا وفي أسوأ حالاتها ما تنازل فكيف يتنازلون في أوج قوتهم وعظمتهم سنة 1772 كانوا في أوج القوة والعظمة هذا أمر مستحيل لكن هذا يدل على أطماع مبكرة أطماع مبكرة فرنسية في الجزائر في الحقيقة أن الأسباب السياسية تتلخص في الآتي إضافة لما ذكرتم من أطماع مبكرة أولا فرنسا كانت تريد أن تعوض هزائمها في أوروبا كانت الثورة فرنسية كما قلت لكم قد برزت بشكل دموي وبعد الثورة تكمت حكومة الديركتوار ثم إمبراطورية نابليون وقصص ذكرتها لكم في الحملة الفرنسية على مصر بعد الثورة ناصبت فرنسا معظم دول أوروبا العداء وكان هناك عداء كبير جدا بين فرنسا وبريطانيا وعداء بين فرنسا وروسيا التي غزتها فرنسا أيام نابليون وعداء بين فرنسا والنمسا وعداء بين فرنسا وبروسيا التي كانت ألمانيا تقريبا اليوم بحدود ألمانيا تقريبا وعداء بين فرنسا وكثير من الدول الأوروبية هذا العداء الكبير أدى إلى أن تكون الدول الأوروبية جبهة واحدة ضد فرنسا وتناصبها العداء وترميع عن قوس واحدة وفعلا فرنسا هزمت هزائم شنيعة بعد ذلك في أوروبا مما أدى إلى إخراج نابليون ونفيه إلى جزيرة سانت هيلانا وانتهاء القضية لكن فرنسا ما نست هذا تريد أن تعوض هزائمها في أوروبا تعيد السمعة لها من جديد في أوروبا كقوة أوروبية كبيرة وضخمة تريد أن تفعل هذا على حساب الجزائر وجزائرهين تريد أن تعوض هزائمها تريد أن تعوض ما لحقها في مصر بحيث أن مصر كما نعلم نحن مصر غازتها فرنسا ومكثت فيها ثلاث سنوات كما فصلت هذا في السلسلة الماضية لحملة فرنسية على مصر وكانت تطمع بالاستقرار فيها لكن الدولة العثمانية أنذاك بالمساعدة بريطانية تمكنت من طرد الفرنسيين من مصر وإلى الحمد عادت مصر إلى المصريين فكيف تصنع؟ لابد أن تعيد سمعتها من جديد أو أن تقوي سمعتها في أوروبا تعيد الهيبة التي تريد أن تكون لها في أوروبا فكان هذا سببا قويا وكبيرا جدا ومهما لغزو الجزائر من الأسباب المهمة أيضا لغزو الجزائر أن فرنسا كانت تريد أن تقطع الطريق على بريطانيا بل إن نابليون أقسم أنه سيأتي إلى الجزائر ويدمر الجزائر ويحتلها ويذل أهلها حتى يقطع الطريق على بريطانيا أولا حتى ينتقم من الجهاد البحري الجزائري في البحر أبيضا متوسط فقد نص نابليون على أن نريد أن يقطع الطريق على بريطانيا لأنه يعلم أن جزائر دولة ضخمة وكبيرة آنذاك وكان من الممكن لبريطانيا إذا احتلتها أو احتلت السواحل القريبة منها أن تكون مصدر تهديد كبير لفرنسا وهناك عداء كبير جدا بين بريطانيا وفرنسا ولا ننسى أن بريطانيا التي قامت بالمقاطعة الاقتصادية الكبرى لفرنسا في أوروبا هذه النقطة مهمة جدا بريطانيا قامت مقاطعة كبيرة ضد فرنسا في أوروبا وطلبت من أوروبيين أن يقاطعوا فرنسا ففرنسا وصلت إلى حالة كبيرة جدا من الكساد الاقتصادي ومن الضعف الاقتصادي آنذاك هذا أمر طبعا معلوم هناك أطماع ملوك فرنسا وقد ذكرت قبل ذلك شارل التاسع من لويس الرابع عشر الذي ساق الحملتين أو سير الحملتين إلى جزائر 1682 أو 1684 مرون بنابليوم بونابارت إلى شارل العاشر الذي أراد أن يحتل الجزائر وكان شارل العاشر أسباب أيضا في هذا شارل العاشر هناك كانت هناك مثل ثورة شعبية ضده هناك معارضة سياسية ضده في فرنسا فراد يسكت المعارضة ويهدئ من الثورة الشعبية باحتلال جزائر لكنه ما أفلح مجرد نزلت قوات فرنسية في الجزائر خلع وجي أبي لويس فليب بعد ذلك ملكا على فرنسا أطماع كبيرة جدا لملوك وحكام فرنسا آنذاك طبعا فتح الباب للهيمنة على القارة الإفريقية هذا أمر مهم جدا كان في أذهان أساسة الفرنسيين أنذاكوا بقوة مقاومة أو فتح الباب أمام التقدم الفرنسي في قارة الإفريقية يعنون بها السوداء يعني السوداء طبعا إضافة إلى ما يريدون من أخذ المغرب وتونس التي أخذتها بالفعل بعد ذلك بسنوات طويلة جدا أوائل القرن العشرين لكن هم كانوا يريدون يتوسعوا فعلا ما ستطعوا يتوسعوا في إفريقيا السوداء إلا بعد أن استبت لهم الأمور نسبيا في الجزائر ونحن نعلم أن فرنسا اغتصبت كثيرا من دول إفريقيا السوداء بعد ذلك منها ما هو إسلامي منهم وغير إسلامي الموقع أيضا موقع جزائر المتميز سياسيا انظروا أو اسمعوا إلى كلام نائب في البرلمان الفرنسي اسمه لويس بلانكي لويس بلانكي أو لوي بلانكي قال إنه من المستحيل أن نتخلى عن الجزائر اسمعوا عن أرض سقيناها بدمائنا إننا امتلكنا أكثر من 800 كيل كيلومتر يعني من السواحل القريبا من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا 800 كيلومترا من السواحل القريبا من فرنسا وبريطانيا وإيطاليا فلانسا وإيطاليا واليونان وإسبانيا وغير بعيدة عن جبل طارق عدوتهم الآن نتحدث عن بريطانيا ومالطة غير بعيدة عن جبل طارق ومالطة في بحر يحتوي المشاكل الكبرى لأوروبا والعالم إذن الموقع المتميز كان يسير له لعاب الفرنسيب الأوروبي جميعا وتحدث معكم أن هناك في الحلقة الماضية هناك عقد مؤتمر في فيينا سنة 1815 عقب مؤتمر آخر سنة 1819 يعني قبل غزة الجزائر بـ 11 سنة وتفقت أوروبا فيما بينها على أخذ الجزائر فكان هذا قرارا سياسيا عهد بذلك إما إلى بريطانيا أما إلى فرنسا فرنسا بادرت وفعلت ما تفقت عليه الدول الأوروبية وأنا ذاك هذه بعض الأسباب السياسية في الحقيقة التي أدت بفرنسا إلى احتلال الجزائر وأخذها وقلب ظهر المجن للجزائر في قصة مؤلمة وحزينة في الحقيقة وكافأ الجزائر أسوأ مكافأة كما قلت لكم أما الأسباب الاقتصادية الأسباب الاقتصادية أيضا مهم ذكرها لأنها هي فعلا أسباب محركة قد يتذرع الساسة بأسباب أخرى دينية بأسباب سياسية واهية لكن يكون المحرك لهم في كثير من الأحيان إنما هو سبب الاقتصادي كما قال بابا أوربان الذي أثار أوروبا وحملها على إرسال أول حملة صريبية من أوروبا الغربية وفي فرنسا في كليرمون قال هلموا إلى أرض الزبدي والعسل إلى أرض الزبدي والعسل فكان هذا واضحا جدا سبب الاقتصادي كبير وكان هذا من المغريات التي يغري بها البابا والكنسيون عموما الجيوش الأوروبية اسمعوا لخطبة أيضا قام بها جنرال بيجو وهو الذي تولى بعد ذلك حكم في جزائر بعد دبرومونت وسأذكر هذا إن شاء الله وتعالى فيما بعد لكن جنرال بيجو كان مقواد الحملة وقال بوضوح في خطبة له قبيل احتلال الجزائر قال يجب القيام بغزو فرنسي أوروبي واسع نحن بحاجة إلى معمرين أي مستوطنين ونقول لكم ليسوا معمرين إنهم مخربون مستوطنين يهيئون لكم أفضل الظروف وحيث يوجد الماء الصالح والأرض الخصبة ينبغي توطين المعمرين من دون اسمعوا الكلام هذا العجيب من دون أي اعتبار لمن تعود إليه ملكية هذه الأرض شيء استهانة عجيبة جدا جدا بأصحاب الأرض الأصلي يقول يجب إعطاء هذه الأراضي الجزائرية للمعمرين هؤلاء الأوروبيين مستوطنين مخربين دون أي اعتبار لمن تعود إليه ملكية هذه الأرض فهم قد بيتوا القضية التي سأذكرها في الحلقات القادمة المؤلمة جدا من مصادرة ملايين الهكتارات من أراضي الجزائريين أبيتوها مسبقا هم في فرنسا ما زالوا في فرنسا واخترعوا ذلك أسبابا واهية وأمورا ستأتي إن شاء الله وتعالى يجب أن نوزع على المستوطنين وأن نسجلها ملكا لهم ملكا لهم ليس تأجيرا وليس ملكا لهم تسجيل بسكوك هكذا وعلينا أن نسير إلى غاية ثابتة وأن نتوصل إلى تأسيس ولاية فرنسية لابد من غزو واسع لإفريقيا إفريقيا أنا ذكرني أعاد بها الجزائر مماثل لغزو القوت فمن دون ذلك لن نصل إلى شيء فمن دون ذلك لن نصل إلى شيء واضح جدا من سبب اقتصادي كبير جدا الذي أدى بهم إلى غزو الجزائر طبعا جزائر كانت غنية جدا بالمواد الأولية المواد الخامة تسمى اليوم هذه المواد الأولية كانت فرنسا بحاجة ماست لها وفرنسا كانت بحاجة لفتح سوق لبضائعها خاصا في ظل المقاطعة البريطانية الأوروبية التي كانت آنذاك في أيام احتلال جزائر وقبل احتلال جزائر مدة أيضا كانت مقاطعة تقريبا أوروبية لفرنسا فكانت فرنسا بحاجة ماست لفتح أسواقها الكاسدة إلى أسواق خارجية فكيف تصنع تأخذ المواد الأولية من الجزائر كعادة الاستخراب في كل زمان ومكان يأخذون المواد الأولية من الجزائر ثم يرسلونها إليهم مواد مصنعة فيستفيدون من أخذ المادة الأولية مجانا أو بأرخص الأثمان ويعيدون بيع على الجزائرين بأغلى الأثمان خطة خطة صعبة سلكتها الجزائر في فرنسا في الجزائر وسلكتها بريطانيا في مصر وما القطن وصناعة القطنية عنا ببعيد وسلكتها بريطانيا في الهند فبذلك من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى إيقاف المستخربين عند حدهم وردعهم هو المقاطعة المقاطعة الشعبية هذه المقاطعة شيء رائع جدا وأثبتت فعاليتها وجدواها دوما وأبدا إذا حصلت المقاطعة فإن هؤلاء لا يستطيعون استمرار في مخططاتهم تلك لماذا؟ لأنهم يخشون من الرأسماليين الكبار والصناعيين الكبار في بلادهم من معارضات كبيرة تؤدي بأسقاط الحكومات وخلع الرؤساء والملوك إذن المقاطعة هي من أهم الأسباب التي تؤدي إلى ردع المستخربين وإيقاف مخططاتهم السيئة بل هي التي متطرفة جدا ضد أهل البلاد وسكان الأصنيين وطبعا قال جنرال بيجو وهو أبو الاستيطان كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الجزائر قال ستطلب الجزائر ولمدة أطول المتجات الصناعية من فرنسا بينما تستطيع الجزائر تزويد فرنسا بكميات هائلة من مواد الأولية اللازمة للصناعة ومن جهة أخرى رأت البرجوازية الفرنسية الطامعة أن احتلال الجزائر سيجلب إليها أرباح طائلة باعتبارها سوقا رائجة لبضائعها وكذلك لجلب الأيد الرخيصة العاملة وهذه قصة محزنة أخرى أن كثيرا من جزائريين ذهبوا إلى فرنسا بعد ذلك وصاروا عمالا خاصة الحرب العالمية الأولى والثانية بل الأن كان من ذلك أنهم صاروا جنودا في الجيش الفرنسي وبواسط هؤلاء الجنود استطاعوا أن يصلوا إلى إصلاح فرنسا أن تصل إلى أماكن ما كان لها أن تصل بدون بالذات الجيش الجزائري أبناء الجزائر الأشدة الأقوياء نعلم الصلابة التي عند أهل الجزائر وشجاعة والقوة والشدة استعانت بين فرنسا في حربها في المغرب استعانت بين فرنسا في حربها مع سوريا وهنا فضيحة في سوريا فقط قتل 12 ألف جزائري 12 ألف جزائري نصرة لمصالح فرنسا وكان هؤلاء المساكين مغلوبين على أمرهم لا يستطيعون صنيع شيء أجبروا على القتال مع الجيش الفرنسي وهذه قصة أليمة ومحزنة وتكرت في المغرب وتكرت في تونس وتكرت في أماكن كثيرة في إفريقيا استعين ببعض رجال الجزائر الأشداء الأقوياء وكان هذا أمرا أجبر عليه هؤلاء المساكين لا يستطيعون أن يصنعوا شيئا إزاءه حتى ثار الجزائرون بعد ذلك على هذا الوضع ورفضوا في الحرب العالمية الأولى وفي الحرب العالمية الثانية رفضت قطاعات كبيرة من الشعب الجزائري التجنج الإجباري ورفضت قطاعات كبيرة من الشعب الجزائري الاتحاق بالجيوش الفرنسية الظالمة الجائرة على أن طبعا نحن نعلم أن عددا كبيرا أيضا من الجزائرين دافع عن فرنسا بقوة في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وسجلوا أروع الانتصارات التي هي بسواعد أبناء الجزائر وليس بسبب الآلة الفرنسية فقط لكن هذه طبعا فرنسا ما اعتبرت شيئا من هذا ولا حفظت الجميل الجزائرين إطلاقا لا في القرن 19 ولا في القرن 20 كما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد ذلك في الحلقات إذن ثم يقول وكذلك اسمه هذه نقطة مهمة إضافة إلى جلب الأيد العاملة يقول كذلك التوطين الفائض من سكان أوروبا وفرنسا الذين كانوا يوجهون إلى تطوير الزراعة إذن بلادنا احتملت موجات كبيرة من الهجرة الأوروبية الفرنسية إلى أرض الجزائر ونحن نعلم أن الإحصاء عندما خرج الفرنسيون غير مأسوف عليهم من الجزائر تركوا مليونا مليونا من المستوطنين الأوروبيين والفرنسيين مليون كان بعضهم له أكثر من جيل أو جيلين أو ثلاثة أجهال بعضهم أي منذ أن دخلت فرنسا إلى الجزائر مستوطنين في الجزائر هؤلاء المليون بفضل الله تعالى أكثرهم قد هرب وخرج مع المحتل الفرنسي البغيض لما رجع إلى بلادي غير مأسوف عليه فتصوروا هذا العدد مليون من المستوطنين الذين كانوا أكثرهم من شذاذ الآفاق من لصوص أوروبا من أسوأ أنواع أسوأ أنواع الشعوب في أوروبا أتوا إلى فرنسا ثم إلى جزائر وفعلوا بأهل الأفاعيل كما سيأتي تفصيل إن شاء الله تعالى نسيطان فرنسي في جزائر فلا أطيل إذن هذا السبب الاقتصادي باختصار شديد بقي لنا السبب الديني وفي الحقيقة أيضا سبب محزن وعندما نتحدث عنه أنا ما أريد من حديثي عن السبب الديني ما أريد أن أركز على قضية النصرانية أو النصارى أو الكنيسة قدر يضاحي للحقيقة يعني ما أريد بعض الناس يستثمر مثل هذا الحديث من أجل أن يقول هؤلاء يطعنون في أهل الأديان ويطعنون لا 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 إنما الحقائق لا تطمس الحقائق لا تضيع الحقائق لا تنسى كما يقولون الجرائم لا تسقطوا بالتقادم هذا أمر معلوم الجرائم لا تسقطوا بالتقادم فمهما حاول هؤلاء أن يخفوا جرائمهم في الجزائر فجرائم مواضحة أوضح من الشمس في كبد السماء أوضح من الشمس في نحر الظهيرة هذا أمر لا بد أن نفهمه لذلك عندما نتحدث نحن عن قضية التعصب السبب الديني السبب الديني غزو جزائر ما نريد بي طعن في دين النصارى ولا طعن في أي دين آخر إنه مريد إظهار الحقائق وهذا أدب إلهي على مناه الله تبارك وتعالى قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم نحن منهيون عن هذا عن سب أهل الأديان وأديانهم هكذا لسنا مسموحا لنا أن نصنع هذا لكن يتحدث عن حقائق لا بد أن يسمعها إخواننا الجزائريون خاصة وإخواننا المسلمون عامة يسمعون هؤلاء هذه الحقائق حتى تظهر الأسباب الحقيقية لغزو الجزائر المخرج أشار بانتهاء الوقت وإن شاء الله سنكمل في الحلقة السادسة القادمة الأسباب التي أدت بفرنسا لاحتلال الجزائر والله أعلم وأحكم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وإلى اللقاء في الحقائق القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة